هل يجوز التمثيل بالأسرة وهل هذا هو خلق النبي صلى الله عليه وسلم صلواته ربي وسلامه عليه فالدماء كلها دون ما تجزئة أو دون ما تمييز بعضها على بعض كلها محرمة والإسلام عندما بيّن وقال لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث بيّن النبي صلى الله عليه وسلم بدونها الدماء لها حرمة لها عظمة لها مكانة حتى ولو كان دم كافر علينا أن نحن ننتبه لهذه القصة وتلك القضية نبي يقول لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث السيب الزاني النفس بالنفس قصاص التارك لدينه المفارق للجماعة ولا يحل استباح الدم الكافر إلا بماذا بما يرتكبه وليس لمجرد كفره كفره على نفسه فسوقه على نفسه أمور تحتاج إلى كثير من الكلام مشكلة الكثير من الناس إذا نظر لإنسان أخطأ فقتل فيقول لماذا تنكر نحن ننكر الدماء على الجميع من أصغر لأكبر من أعلى لأسفل من أسفل لأعلى فالدماء كلها محرمة الدماء كلها لا تستباح تحت طبعا كلمة كل دي مئات الخطوط ضعوا تحتها ما شئتم نعم مش دم دون دم نعم فلا يحل لي أن أحرمها هنا لمجرد أنه يؤدي مهمة ثم أبيحها هنا لا هذا دمه معصوم وهذا دمه معصوم وهؤلاء أبناءنا جميعا وإخواننا وأحبابنا تفقنا أو اختلفنا في الآراء لا يبيح لنا شرعا أن يستريح بعضنا دم بعض خبروني بالله عليكم منذ متى إذا اختلف المسلم مع المسلم استباح دمه أو عرضه كما هو وقعنا المرير اليوم للأسف الشديد ارجعوا للفقه الإسلامي خير دليل أما اختلف العلماء الأجلاء بل من قبلهم الصحابة الأطهار هل كفر بعضهم بعض؟ هل فسق بعضهم بعض؟ هل استباح بعضهم دماء بعض؟ اقرأوا للشافعي ومالك وأحمد وأبي حنيفة رضي الله عنه وابن القيم وابن تيبي وغيرهم من العلماء